بسم الله الرحمن الرحيم تحدثنا في الجزء السادس عن فيلوستي تريانجلز في الدخول والخروج لبيلتون تربين النهاردة عايزين نتكلم على الجزء السابع وهنتحدث فيه على شكل فيلوستي تريانجل في الخروج لأنه ممكن يأخذ أشكال مختلفة طبقا للسرعة في الشكل الأول اللي هو Low Speed Runner Low Speed Runner معناه أن السرعة U قيمتها قليلة قيمتها صغيرة وذلك بتخفيض الRBM الخاصة بالعجلة أو البلتون تربين في هذه الحالة هنجد أن اتجاه الفلوستي في الخروج بالنسبة للAbsolute Velocity of Water at Outlet هتأخذ هذا الميل ولو حللناها لمركبتين اللي هي الWhirl Velocity الWhirl Velocity والFlow Velocity هنجد أن اتجاه الWhirl Velocity بيكون عكس اتجاه حركة البوكت أما لو كانت السرعة بتاعتنا Medium Speed يعني أكبر شوية طبعا الريلتف Velocity ما زال اتجاهها وقيمتها واحد ولكن U نفسها بقى طولها أكبر وفي هذه الحالة في حالة Medium Speed هنجد أن الV2 بقى اتجاهها عمودي على المماس مما يؤدي إلى أن الV2 لها مركبة وحيدة فقط وهي الفلو Velocity أما الWhirl Velocity بتكون قيمتها بصفر لو زودنا سرعة البوكت بشكل أكبر يعني الU بقى قيمتها كل هذا المقدار الU زادت طبعا ما زال الVR2 بنفس القيمة ونفس الاتجاه لأنها واخدة ميل البوكت هنجد أن الFlow أو الVelocity of Water at Outlet اللي هي الV2 اتجاهها اختلف واخدت هذا الاتجاه عشان تقدر تقفل المثلث ولما نحللها لمركبتين اللي هي مركبة الفلو Velocity والرادية الفلو Velocity والمركبة الWhirl Velocity هنجد أن الWhirl Velocity اتجاهها بقى مع اتجاه البوكت وفي هذه الحالة يسمى High Speed Runner اشتركوا في القناة 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 شكرا